يغلب عليها الإملاء والتلقين بهذه الجملة عنوانت صحيفة البعث تابعة للنظام تحقيقها عن المناهج التدريسية للمرحلة الجامعية بكل فروعها التي ترى أن تطويرها بات ضرورة ملحة لتواكب تطورات سوق العمل التحقيق خلص إلى جملة مشكلات تواجه المقررات الجامعية استنادا إلى آراء أعضاء سابقين في المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية بدماشق أولى هذه المشكلات هو التكرار والحشو في غير مادة مقررة يمكن اختزالها إلى عدد أقل من الكتب فعلى سبيل المثال هناك ستة مقررات في كليات التربية عن طرائق التدريس وأصوله تحتوي على معلومات متكررة ومتشابهة إلى حد كبير ويمكن دمجها أو توحيدها بمقرر واحد أو اثنين وفق مختصين إضافة إلى خلو هذه المناهج من الفائدة العملية في الحياة الوظيفية لقدم معلوماتها وعدم موروناتها ما يجعل الخريج منفصلا عن سوق العمل وغير مرغوب فيه هذه المشكلات المهجية تطرح معها تساؤلات عن إمكانية تصحيح أو تغيير جذري قد يشمل المقررات الجامعية لجميع الفروع ويتحدث فيها المختصون عن مطالباتهم بزيادة عدد ساعات التدريب العملي على حساب الدراسة النظرية مع تحديث معلومات المواد لتكون مفيدة للطلاب والسعي إلى بناء منهج قادرة على خلق فرص عمل في سوق عمل جديد تلبي احتياجات المرحلة المقبلة وهذا يتطلب الابتعاد عن النمط التقليدي في التعليم والانتقال إلى منهجيات تركز على الإبداع والريادة والقدرة على التكيف مع التغيرات السريعة